سوف نتعرف في هذا المثال على كيفية حفظ ملفات العمل في صورة صفحات ويب بيجز تصلح للعرض من خلال شبكة الانترنت أو من خلال شبكة محلية انترانيت وفي الإصدارات السابقة من البرنامج كان يتم حفظ ملفات العمل بالامتداد HTML للعرض من خلال الشبكة باستخدام الأمر Save As ولكن في هذا الإصدار تم إضافة الأمر Save As Web Page لحفظ ملفات العمل على صورة ويب بيج بطريقة أسرع ولتحويل الملف الحالي إلى HTML نفتح القائمة File ونختار Save As Web Page وكما نرى أن هذا المربع الحواري يحتوي على بعض الإعدادات الإضافية الخاصة بحفظ ملف العمل على صورة ويب بيجز فنرى المفتاح Change Title الذي يستخدم لإدخال عنوان Title للصفحة ويظهر هذا العنوان في الشريط Title Bar الخاص بنفذة المتصفح أثناء عرض هذه الصفحة بداخله وبالضغط على Change Title يظهر المربع الحواري Set Page Title فندخل عنوان الصفحة في الخانة Page Title ثم نضغط OK فيظهر الاسم الجديد في الجزء Page Title ومن الجزء Save يمكننا اختيار حفظ صفحة العمل الحالية أو الجزء المختار من الصفحة فقط إلى صفحة Web Page وذلك باختيار Selection أو حفظ ملف العمل بالكامل باختيار Entire Workbook وعند اختيار Add Interactivity فسوف يسمح للمستخدم بإدخال البيانات وتنفيذ المعادلات والعمليات الحسابية الموجودة في ملف العمل أثناء عرض الصفحة من خلال المتصفح بداية من Internet Explorer 4.01 أو الإصدارات الأحدث ومن الخانة File Name يمكننا تغيير اسم الملف حتى نتمكن من العثور عليه بسهولة بعد ذلك وبالضغط على المفتاح Publish يظهر المربع الحواري Publish as Web Page الذي يمكننا من خلاله اختيار المزيد من خيارات حفظ صفحات العمل كصفحات Web ومن القائمة Choose نحدد الصفحة التي نريد حفظها كصفحة Web Page فباختيار Items on Sheet 1 تظهر العناصر الموجودة داخل هذه الصفحة حيث يمكننا اختيار أحد هذه العناصر لحفظها كصفحة Web Page كما يمكننا حفظ الصفحة بالكامل باختيار All Content of Sheet كما يمكن تحديد نطاق الخلايا التي نريد حفظها كصفحة Web Page باختيار Range of Cells من هذه القائمة فتظهر خانة أخرى أسفل القائمة Choose فنقوم بإدخال نطاق الخلايا التي نريد حفظها أو نضغط على المفتاح Close Dialog ونختار نطاق الخلايا الذي نريده ثم نضغط على هذا المفتاح مرة أخرى وإذا أردنا حفظ ملف العمل بالكامل نختار Entire Workbook وباختيار Auto Republish Every Time This Workbook Is Saved فسوف يتم تعديل وإعادة إنشاء صفحة الويب تلقائيا لتحديثها في كل مرة يتم فيها حفظ ملف العمل في برنامج Excel وباختيار Open Published Web Page in Browser فسوف يتم فتح ملف العمل داخل برنامج المتصفح الافتراضي في نظام التشغيل وذلك بعد حفظه كصفحة Web Page ولحفظ ملف العمل الحالي كصفحة Web وفتحه داخل المتصفح نضغط على المفتاح Publish فتظهر رسالة تخبرنا بأنه لا يمكن حفظ بعض العناصر الموجودة داخل ملف العمل مثل الأشكال البيانية Charts وذلك لأننا قمنا باختيار Add Interactivity الذي يمكننا من تعديل البيانات والتعامل مع المعادلات من خلال المتصفح فنضغط على المفتاح OK فيتم حفظ ملف العمل كصفحة Web ويتم عرض صفحة العمل Sheet 1 داخل نافذة المتصفح ونلاحظ أن نافذة العرض تشبه نافذة برنامج Excel حيث تظهر عدة مفاتيح في الشريط العلوي لهذه النافذة وذلك لإجراء العمليات الأساسية على الجداول كما تظهر الشرائط Scroll Bars على يمين وأسفل هذه النافذة للتنقل بين الأجزاء غير الظاهرة من صفحة العمل كما يمكننا التنقل بين صفحات العمل داخل ملف العمل الحالي بالضغط على السهم إلى الأسفل الموجود بجوار اسم صفحة العمل الحالية فيتم فتح قائمة تحتوي على أسماء باقي صفحات العمل الموجودة داخل الملف فنختار الصفحة التي نريدها فيتم فتحها داخل نافذة المتصفح وكما ذكرنا سابقاً أنه يمكننا إضافة أو حذف البيانات من خلال نافذة المتصفح فإذا أردنا على سبيل المثال حذف بيانات هذا العمود نقوم باختيار بيانات هذا العمود ثم نضغط على المفتاح Delete من لوحة المفاتيح كما يمكننا إجراء المعادلات من خلال نافذة المتصفح فإذا أردنا جمع هذه الخلايا ووضع الناتج داخل هذه الخلية نضغط بالمؤشر داخل الخلية وندخل العلامة Equals لبدء المعادلة ثم ندخل دالة الجمع Sum متبوعة بقوس الفاتحة الخاص بهذه الدالة ونختار نطاق الخلايا التي نريدها ثم ندخل قوس الإغلاق الخاص بهذه الدالة ثم نضغط على المفتاح Enter فيتم إدراك ناتج العملية الحسابية داخل هذه الخلية ويجب ملاحظة أنه لا يمكن حفظ التعديلات التي نقوم بإجرائها داخل نافذة المتصفح ولكن يمكننا تصدير بيانات هذه الصفحة إلى ملف عمل جديد داخل برنامج Excel ثم حفظ هذا الملف وذلك عن طريق الضغط على المفتاح Export to Microsoft Excel فيتم تصدير الجدول داخل ملف عمل جديد في برنامج Excel ترجمة نانسي قنقر